نقابة المهنة الموسيقية المصرية بقيادة بلبل الليل الحزين لو سيد مصطفى كامل كانت قاعدة كده لبيها ولا عليها بتقلب في السوشال ميديا قامت لقيت الدنيا مولاعة الآخر والخناءات شغالة على ودنه بسبب حفلة هتتعمل في مصر لمغني راب أمريكي النقابة قالت إيه ده؟ مغني وحفلة؟ يعني الموضوع تبع على كده؟ لا ده أنا لازم أقوم بدوري بقى واتدخل وفعلاً النقابة ما كذبتش خبر وقامت منزلة بيان طويل عريض قالت فيه إنها هتلغي ترخيص الحفلة دي وهتمنع إقامتها بعد ما عرفت من السوشال ميديا إن المغني الأمريكي ده ماسوني جداً وبيعمل في حفلاته طقوس وطهور وتصرفات ضد عادتنا وتقاليدنا وقيم مجتمعنا الجميل إيه بقى حكاية المغني ده؟ وهيجي مصر ولا لا؟ ويا ترى بيعمل إيه في حفلاته خلى الدنيا تقوم عليه كده؟ هيا بنا نشوف من حوالي أسبوعين كده لقينا مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بيعلن على صفحته الرسمية إنه جاي مصر أمو الدنيا قريب عشان يعمل فيها حفلة موسيقية جنب الأهرامات عدل سكوت كتبت كلمتين دول من هنا ولقينا السوشال ميديا تقلبت في مصر الناس بقوا يشدوا في شعرهم ويقولوا إزاي تسمحوا الواحد زي ده إنه يعمل حفلة فهم الدنيا دعاي المسوني من صغره وموروش حاجة غير إنه يعبد الشيطان صبح وليل يعني وجوده ممكن يبوز عادتنا وتقاليدنا ويهد قيم المجتمع فوق دماغنا خالص ويريدها تيجي على كده وبس كلنفس الركب الجذع سكوت ده بيقتل الجماهير اللي بتحضر حفلاته وبيخلص عليهم نفر نفر آه والله يعني مش بس ماسوني ده التال قتلة كمان يعني فضل له شوية صغير قد كراوه ويبقى مجرم أكتر من سيادة الرئيس السيسي في ذات نفسه لا الحفلة دي لقمك تتعمل على أرض مصر الطهر لازم الدولة تتدخل وتلغيها قبل ما تطوبة تيجي في المعطوبة ونلاقي الناس بتموت والقيم بتتدمر قدامنا وإحنا قاعدين ناس تانين بقى قال لك بلاعوا رئكو شوية جدعان مش كده ايه جو المؤامرات الرخيصة سكوت ده مجرد مغني مشهور بيحيي حفلات في كل دول العالم وما بيعملش حاجة غيرانه بيغني وبيتشقلب على المصرح عشان يبسط الجمهور يعني لا ماسوني ولا شطان ولا سفح سفحة ولاقى اي حاجة من الخرف ده ده فنان طيب جدا زي خالد عجاج وكاد كوت الأمير بالضبط بس المعترضين على الحفلة لما سمعوا الكلام ده ماسكتوس ده الرد وقالوا لا بقى احنا متأكدين انه ماسوني ومجرم والدليل على كده المصيبة اللي عملها من سنتين في حفلة تيكساس ولا نسيته ولا نتل إنساني تيكساس طب ايه بقى اللي حصل في تيكساس بالصالع النبي من حوالي سنتين كده الاخ سكوت ده لقى نفسه فاضي فالكما قوم اعمل حفلة في بلدي تيكساس اللي تولدت فيها الحفلة اتعملت فعلا وحضرها أكتر من خمسين ألف بناءات غير خمسين ألف تانيين كانوا وقفين برعا البوابات وعاوزين يدخلوا عافية بيتقال إن المكان اللي اتعملت فيه الحفلة كان دايق جدا عشان كده الجماهير الغفيرة كانوا متكومين فوق بعض والأمن واقف متنح مش قادر يسيطر عليهم خالص ويا دوبك سكوت ظهر على المسرح من هنا وما كان شلح يغني أول كبليه حتى ولقينا 8 أشخاص من الجمهور اللي كان حضر الحفلة بيقع على الأرض واحد ورد تاني وبيقطعوا النفس والذي بغطى إن سكوت فضل مكان من الحفلة عادي جدا لحد ما الحكومة جيت ببوكساتها مسترينة ولمت كل الموجودين الحادثة دي قالبت الرأي العام الأمريكاني فترة طويلة الكل بقى عاوز يعرف التمانية الغلابة دول ماتوا ازاي ومين اللي مسؤول عن اللي حصل لهم في شوات صحفين أمريكان ديقوا عينيهم كده وقالوا على الفكرة بقى التمان مواطنين دول ماتوش عادي كده لا خالص absolutely دول اتقاتلوا بفعل فعل واللي قتلهم هو ترافز سكوت نفسه طب قتلهم ليه يعني كان في بينه وبينهم طار مثلا ولا كانوا بتخلقوا مع بعض على ويرس ولا ايه الموضوع بالزلط قالك لا اللي انتو ما تعرفوش ان سكوت ده واد ماسوني من ساسه راسه من الاخر كده سكوت ابنكم المجرمين ده خلى الناس مشغولين في الحفلة بتاعته وقام قتل تمانية منهم بمعرفته في الخباسة كده من غير بحد ياخد باله عشان الشيطان ينبسط ويرضى عنه صحفين تانين قالوا لا قصة ملاش علاقة بالماسونية خالص الموضوعه ما فيه ان سكوت ده صايع وبرمجي وقليل الأدب وما شافش بربعة جنيه تربية عشان كده حفاناته دايما بتبقى عاملة زي مظاهرات صورة يناير اللي شافها طلعت زكريا مليانة طبل وزمر ورأس ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة التمانية اللي ماتوا دول بقى جوم في نص الحفلة كده وفضلوا يشدوا في كوكاين لحد ما أفوروا وروحهم طلعت القضاء الأمريكاني لما سمع الكلام اللي داير في المجتمع من يوم الحادثة وقفوا قال بس كفاية فتاوة لحد كده احنا هنبعت نجيب الطب الشرعي على مال وشه ونخليه يشرح جسس الناس اللي ماتوا عشان نعرف سبب الوفاء ايه ونقف البكابورت الهارية اللي تفتح في البلد دا بعد ما الطب الشرعي فعص الجسس كويس أم طلع تقرير وقال ان الجماعة دول ماتوا بسبب الاختناء نتيجة التدافع اللي حصل في الحفلة يعني الموضوع ما فيوش لمسونية ولا كوكاين ولا بنجو حتى القضاء الأمريكي بقى بعد ما استلم التقرير دا من الطب الشرعي يدا بيد حكم ببراءة ترافيس سكوت والراجل طلع من القضية زي الشعرم العجين ورجع يعمل حفلات تانية في كل الدنيا عادي جدا بس مع ذلك في ناس في أمريكا وبرى أمريكا معجبهمش كلام القضاء ومصدقوش حكم البراء فضلوا مقتنعين ان سكوت هو المسؤول المباشر عن موت الجمهور بيقولوا تدفع ايه واختناء ايه هو احنا كروديات ولا دا هو سكوت دا اهاب توفيق يعني وبيطلع في أضواء المدينة ما كل عارف ان حفلاته بتبقى ملياطة على الآخر وفيها كمية خمرة ومخدرات بالكوم دا غير بقى دخلاته وتصرفاته على المسرح اللي بيطنقت ماسوني سكوت لما لقى ان سمعته بازت خالص وسيرته بقت على كل لسان كده في شوارع وحارات أمريكا اضطر يطلع بنفسه في التلفزيون ويحلف مية طلاق انه مش ماسوني ولا حاجة لا سمح الله بالعكس دا مؤمن بربنا جدا وقلبه عامر بالتقوى لما تم الاعلان عن حفلة ترافز سكوت في مصر في ناس فرحوا وانبسطوا وقاعدوا يغنوا يا هنانا يا سعدنا ترافز سكوت عندنا وبعد كده راحوا شفطوا التذاكر كلها في ساعة زمن وبقوا يخطفوها من بعض خطف لدرجة ان سعر التذكرة الوحدة وصل في السوق السوداء لتلاتين ألف جنيه في عين العدو المسؤولين في وزارة السياحة طلعوا برضو تكلموا عن الحفلة دي وقالوا انها تعمل دعاية عظيمة لمصر دعاية هتخلي الأجانب يجوا من كل حتة في بلاد بر عشان يزوروها ويستمتعوا بأثارها ويكباريها بس الأخوة المعترضين على إقامة الحفلة ماسكتوش على الكلام دول غراء والسوشال ميديا بوستات وتويتات ولينكات ملهاش آخر بتتكلم عن ماسونية سكوت وحفلاته الماجينة والحادثة اللي عملها في تكساس من سنتين عشان يثبتون الراجل ده جاي مصر مخصوص عشان يدمر الأخلاق وينشر الرزيلة بين الشباب الوعيت وفي عزمة العركة شغلة بين اللي بيقيدوا الحفلة واللي بيعرضوها لقينا نقابة المهن الموسيقية بتخش على الخط وتعلن انها هتلغي تصريح الحفلة لانها خايفة جدا على حياة المصريين واخلاقهم وهويتهم الثقافية بس الحكاية ما خلصتش على جر لان الصفحة الرسمية بتاعت ترافل سكوت ومدير أعماله اللي حد دلوقتي ما جابوش سيرة خالص عن حوار إلغاء الحفلة ده بالعكس دول بيأكدوا في الروح والجاية ان الحفلة هتتعمل في معادها وان سكوت بيجاهز دلوقتي شنطيته عشان ياخد أول طيرة طالع على مصر الشركة المنظمة للحفلة بقى ردت على بيان نقابة المهن الموسيقية وقالت لما أخذ يعني أنقابة انت مالك ومال الحوار أصلا وحشرة منخيلك فيه ليه انت روحتي ولا جئتي مجرد خزن التحصير الرسوم دورك أنك تاخدي فلوس من أي مطرب معادي وتختميله على التصريح وانت سكتة من غير حتى ما تسأليه عن اسمه الخوف على حياة الناس وهويتهم الثقافية مش شغلية الخامس دي مهمة وزارة الثقافة والأجازة الأمنية زي ما القانون بيقول خصوصا بعد ما المحكمة سحبت منك سلطة الضبطية القضائية اللي كانت شغالة أيام النقيب القديم أمير القلوب البشمهندس هاني شاكر والنقابة نفسها عارفة كويس انه مش من حقها أصلا انها بعد ما تدي تصريح ترجع تلغي ما لآخر كده يعني اللي السيد مصطفى كامل حاب يحلوه ويركب الترند ويعمل فيها راعي الأخلاق والقيم وما يتخيرش عن الفنان محمد صبح فرحم ترقع البيان ده عشان ياخد اللقطة قدام الناس إنما هو لم عاصل حيات ولا في إيده يلغي حفل الطهور حتى لحد اللحظة دي مفيش حد يعرف الحفلة هتتعمل ولا هتتلغي ويترق بيان النقابة إياه له لازمة زي ما بيقول مصطفى باشا كامل ولا مكرر كلام في الهوى زي ما بتأكد الشركة المنظمة والأفوكاتو بتاعها بالنسبة لوزارة الثقافة وأجهزة الأمن فدول بقى زبطين نفسه مع السايلنت من أول الحوار وما بيعلقوش عليه خالص كأنه ما يخصهمش وده العادي بتاعنا يعني الدولة عندنا ما شاء الله يعني طول عمرها غمضة والشفافية فيها بعفية شويتين وما فيش حد فاقم هي ماشية إزاي ولا بتعمل إيه بس عموما يعني حفلة ترافز سكوت مش هي أول حاجة السوشيل ميديا تقوم عليها وتفضل وراها لحد ما تمنعها الكلام ده اتكرر كذا مرة في الفترة الأخيرة من كام شهر بس لما تقال إن الممثل الأمريكي كيفين هارت هيجي يعمل حفلة في مصر لقين خير اللهم اجعله خير السوشيل ميديا هاجت على الآخر وشغل شتيمة في كيفين هارت صبح وليل وما فيش على لسانها غير إن الحفلة دي مش لازم تتم طب ليه كيرا أخوان هو كيفين هارت ده عمى ليه كفالله الشر يعني عشان تهجومه عليه بالشكل ده هو اتضح إنه إخوان ولا حاجة التحريات أثبتت إنه ولا عزو بالله بيشكك في نبوة سيات الرئيس قالك لا ده عمل حاجة أوسخ من كرة بكتير كيفين الوقت ده بيد عن طيار الأفروسنتريك اللي بيشكك في الحضارة المصرية القديمة وبيقول بكل بجاحة إن الأفرقى الصمر هم اللي بانوا مصر وكانوا ملوكها قطع لسانه هو وأمساله إحنا حضارتنا بيضة وهتبدأ طول عمرها بيضة ده غير إننا أصولنا سويسرية والإصطى بالدلد من جلدنا كده إحنا ماشيين من كتر البيض فمش هنسمح أبداً لأي حد أصمر إنه تلزق فينا ويقول علينا أفرق طيب واحد زي كيفين هارت ده بعد كل اللي بيعمله إزاي نسمح له وجي مصر ويعمل فيها حفلة ده مش بعيد لو جاي يسرق مننا معبد ولا يسهينا وياخد الأهرامات معاه وماشي المهم من السوشال ميديا فضل تزن في حوار كيفين هارت ده صبح وليل لحد ما الشركة المنظمة خدتها من قصرها وقامت لغي الحفلة عشان تخلص من الصداع من حوالي سنتين برضو أيام فنكوش موكب المميوات لما كان العرق الفرعوني نائح على ناس كتير والخلق كانوا ماشيين يحدفوا بعض بورق البرد في الشوارع لأينا السوشال ميديا بتنظم حملة هجوم مفتخرة ما جابتهاش ولادة على مسلسل اسمه أحمص كان المفروض يتعرض في رمضان الناس شافوا البرومو بتاعه من هنا وهاتك يشتيما فيه بسبب الأخطاء التاريخية اللي ظهرت في الملابس والاكسسوارات والديكور بتاع المسلسل وبقى يقولوا معقولة سادت الرئيس موحد القطرين يبقى بيبزل المجهود ده كله عشان يكرم المميوات ويبوشهم من بقهم ويصحيهم من رأدتهم وانتوا تروحوا تعملوا مسلسل يشوه الحضارة الفرعونية خالص كده غخص عليكم فنانين والله ولما الهجوم زاد قوي اضطرت الشركة المتحدة آسفة انها تلغي عرض المسلسل بعد ما تصور بالكامل وتكلف ملايين متلتلة فيه رأي بيقول ان قوة السوشال ميديا في مصر حاجة ايجابية جدا لانها الوسيلة الوحيدة اللي بتعبر عن الناس وبتوصل صوتهم خصوصا ان كل مؤسسات البلد نايمة في الخط من زمان يعني ما فياش حيل تقوم بدورهم الحمد لله احنا لا عندنا برلمان ولا اجهزة رقبية ولا صحافة ولا حرية رأس عشان كده الناس ما بيلوش قصادهم وكده السوشال ميديا هي اللي بتحتويهم وبتتكلم بلسانهم وبتديهم فرصة يمطق ومعروف ان تأثير السوشال ميديا في مصر بيكون عديق كده ومحدود اغلب الوقت نتيجة وما بيبنش غير في الحاجات الصغيرة والترندات التافهة زي الحفلات والافلام والمسلسلات واللازي منه بس لو السوشال ميديا دي اتهبلت والجلالة خدتها وقررت انها تهوب ناحية اقتصاد البلد ولا سياسات البلح مثلا ساعتها عينك ما تشوف اللي الضلم قوة الامن الباسلة بتاخد سلاحها وتروح تقتحم التويتات والداشم للأكاونتات وتقفض على كل اللي قاعدين فيها بتهمة نشر الإشعاعات وإثارة البلابل الناس تانية بتقولك لا السوشال ميديا عيوبها وما صايبها أكتر من إيجابياتها 100 مر لأنها في أوقات كتير بتبقى شغالة بثقافة القطيع بعيد عنكم الناس بيسيبوا اللي وراهم واللي قدامهم وبيمشوا بدون وعي كده ورا الصفحات الكبيرة والإنفلونسرز واللجان الإلكترونية وبيفضلوا يرددوا كلامهم ويكرروا من غير ما يدوروا وراء ويتأكدوا من صحته وفي الآخر بيكون النتيجة أن أغلب الناس بيروحوا في الاتجاه الغلط أو بيتسحبوا هم مغمضين عشان يحاربوا في معارك ملاش أساس ويقعدوا تشنجوا على الفضل زي ما بيحصل في حوار الأفروسنتريك ده مثلا مهم من السوشال ميديا يبقى لها تأثير ودور في الأحداث اللي بتحصل في البلد بس الأهم أن الناس ما يسلموش عقولهم لحد لازم يدوروا على الحقيقة لحد ما يعرفوا تفاصيلها ويتأكدوا منها عشان ما يلقوش نفسهم ماشيين ولا بيدهم وراء ترندات وعصفير وصفحات والجان كل هدفها أنها تضللهم وتلعب بيهم وتسوقهم في الاتجاه الغلط بالنسبة للمعلم ترافيس سكوت بقى فده زمانه قاعد دلوقتي ومش فهم أي حاجة خالص من خناقات اللي بتحصل بسببه في مصر غالبا الحوار ده هيقلص على أنه هيعتزل اللغنى خالص ويروح يدور على أي شغلانة تانية هيكل منها عايش فقط يلا نشوفكم على خير إن شاء الله